اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصر ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عارم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من مضل أليس الله بعزيز أليس الله بعزيز بانتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاقر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأليبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرتا يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أليس في جهنم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيم له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم طبتم طبتم فدخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين اللهم اجعلنا وترى الملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين سمع الله لمن حمدا اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة اللهم لك الحمد بالصيام والقيام اللهم لك الحمد على بلوغ رمضان اللهم لك الحمد على تمام رمضان اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد كله دقه وجله علانيته وسره أوله وآخره ظاهره وباطنه اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا والفردوس هي مستقرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا أيما إلا زوجته ولا عقيما إلا رزقته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا محتاجا إلا أعطيته ولا أسيرا إلا فككته ولا معيونا إلا شفيته ولا محسودا إلا عافيته ولا مسحورا إلا أبطلت سحره وفككته ولا ظالما يا ربنا إلا أخذته ولا عدوا إلا خذلته إلهنا ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا فرج همومنا نفس كروبنا اقضي حوائجنا اشف مرضانا اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا نرجيك يا ربنا في هذه الليلة الشريفة في هذه الليلة المباركة اللهم من على مرضانا خص منهم من حضر جمعنا وأمن على دعائنا خص منهم آباءنا وأمهاتنا وأبنائنا ومن له فضل علينا ومن أوصانا بالدعاء اللهم أنت الشافي أنت المعافي اللهم أنت الشافي أنت المعافي إلهنا رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموتانا اللهم اغفر لموتانا خص منهم آباءنا وأمهاتنا خص منهم الآباء والأمهات اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم يا ربنا واعف عنهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم اغسلهم يا ربنا بالماء والثلج والبرد نقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم أبدلهم بالحبيب حبيبا واملأ قبورهم يا ربنا مسكا وطيبا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم سق من أبنائنا وذرياتنا وإخواننا ومحبينا من يدعو دعاءنا ويلح إلحاحنا ويسأل مسألتنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا اجعلها روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا رحيم يا رحمن إلهنا ومولانا يا ذا الجلال يا ذا الكمال يا ذا الجمال إلهنا 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 مولانا سيدنا خالقنا رازقنا أنت مفزعنا أنت مفزعنا أنت مفزعنا أنت ملاذنا أنت أماننا أنت أماننا نهرب منك إليك نهرب منك إليك إلهنا إلهنا ومولانا نرجيك في هذه الليلة خاتمة الليالي أن تعتقنا أجمعين من النار اللهم اعتق رقابنا إلهنا اعتق رقابنا نلشه عليك نلشه عليك نلشه عليك يا محب الملشين في الدعاء يا محب الملشين في الدعاء يا محب الملشين في الدعاء إن كان في سابق علمك أن هذه الليلة هي آخر ليالي رمضان إلهنا ومولانا أنت أكرم من أن تردنا نرجوك أن تعتقنا نرجوك أن تعتقنا نرجوك أن تعتقنا اللهم اعتق رقابنا اللهم اعتق رقابنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم اعتق رقابنا اعتق في هذه الليلة رقابنا اعتقنا من النار خلصنا من النار أبعدنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا من أكرمنا وحملنا إليه يا من شرفنا بالوقوف بين يديه سائلوك طالبوك إلهنا اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وفاز فيها بعظيم الأجر لا تجعلنا يا ربنا من المحرومين لا تجعلنا من المخذولين إلهنا إن كان في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر إلهنا ومولانا لا تحرمنا أجرها لا تحرمنا نعيمها لا تحرمنا خيراتها لا تحرمنا بركاتها لا تحرمنا سلامها لا تحرمنا عتقها برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا إلهنا تقبل منا صيامنا على ما كان اللهم تقبل منا قيامنا على ما كان واجعلنا من أهل باب الريان برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا فاعفو عنا يا عفو يا غفور إلهنا أعد علينا رمضان أعواما عديدة لا تجعله آخر العهد برمضان لا تجعله آخر العهد برمضان متعنا به أعواما وأعواما متعنا به كرات ومرات إلهنا لا ندري هل بعد هذا الصيام صيام أم بعد هذا القيام قيام إلهنا إن كان في سابق علمك أن هذا الشهر هو آخر رمضان في حياتنا إلهنا ومولانا نرجيك أن تتقبله منا اللهم تقبل منا صيام رمضان اللهم تقبل منا قيام رمضان تقبل منا صالح أعمالنا إجعلنا من المقبولين إجعلنا من المرضيين اجعلنا من الفائزين اجعلنا من المعتقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة هذا الدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أمن بلاد الحرمين بأمانك اللهم احفظها بحفظك واكلأها بكلئك واحرسها بعينك التي لا تنام اللهم من أرادنا وأراد أمننا واستقرارنا ومقدساتنا وولاة أمرنا وعلمائنا وجنودنا بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا أقوى الأقوياء إلهنا ومولانا وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك واجعل عمله في رضاك اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير الإسلام وصلاح المسلمين اللهم كن مع جنودنا المرابطين كلهم معينا ونصيرا سدد سهامهم وآراءهم اللهم اشف مريضهم وداو جريحهم وتقبل شهيدهم واخلف لهم بخير يا رب العالمين ردهم يا مولانا إلى أهليهم سالمين غانمين منصورين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم اجعل لهم من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ومن كل بلاء عافية اللهم عليك بكل من عاد المسلمين اللهم عليك بكل من آذى المسلمين اللهم عليك بكل من تآمر على المسلمين اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بأعداء الملة أجمعين بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود المعتدين اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود الظالمين وارزقنا فيه يا ربنا صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا هذا دعاؤنا وهذا رجاؤنا وهذا أملنا وهذا ذلنا وانكسارنا إلهنا إلهنا لا تردنا بذنوبنا لا تردنا بذنوبنا لا تعاملنا بما نحن أهله نحن أهل الذنوب والخطايا نحن أهل المعاصي والرزايا وعاملنا يا ربنا بما أنت أهله أنت أهل الجود والكرم أنت أهل الإحسان أنت أهل العطاء عاملنا يا ربنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والبيتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين